منذ تأسيسه ككيان عربي خليجي جامع عملت مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها ودورها الفاعل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانا منها بأهمية التعاون والتكاتف والتشارك مع جوارها الخليجي الشقيق نظرا لما يجمعها معهم من روابط سياسية وأمنية واقتصادية وثيقة كانت الأساس المتين لتطور العلاقات والنهوض بها إلى أعلى صور التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو المؤسسين لهذا الكيان المرموق واستكمالا لمسيرته المباركة سار قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على نهج الأخوة والمحبة تحقيقا لمصالح دولهم وشعوبهم الشقيقة في تعزيز النماء والتقدم والازدهار ومواصلة مسيرة النهضة والبناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية حتى بات ما تحققه دول المجلس بقياداتها الحكيمة عنوانا للنهضة الحديثة والرخاء والتطور ما أكسبها قوة ومكانة مرموقة إقليميا ودوليا مملكة البحرين كانت ولا تزال الدولة الفاعلة في محيطها الخليجي والعربي تسعى للحفاظ على مبادئها العربية والإسلامية الرصينة من خلال حملها لواء السلام والتعايش والتآخي والذي جسدته واقعا ملموسا في علاقاتها الأخوية التاريخية مع دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة إمانا منها بما يجمع الأشقاء في دول الخليج من ثوابت راسخة ووحدة مصيرية مشتركة وتناغم وتوافق في مسارات التقدم والنهضة الشاملة ترجمة نانسي قنقر